أشهد مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مارك برايسون بالجهود المصرية المبدولة في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال زيارته إلى مدينة العريش أشار برايسون إلى صعوبة الأوضاع داخل قطاع غزة من جانبي أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أنريا دي دومانيكو أن الوضع في غزة مأساويا مؤكدا أن العدد الذي يصل لقطاع غزة غير كاف بسبب إجراءات التفتيش الصعبة في المنفذين التي يتم من خلالهما دخول المساعدات للقطاع نحن هنا لتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة ونحن نفعل ما في وسعنا من أجل ذلك وخصوصا لإدخال كل وسائل الدعم على قدر الإمكان من المساعدات للفلسطينيين ولكن أيضا للإفراج عن المحتجزين وهذه زيارات الثانية هنا للعريش لرؤية العمل المذهب للهلال الأحمر المصري وقد عملت بريطانيا على إيصال عدد كبير من المساعدات وصلت إلى 90 مليون جنيه السرليني علينا أن نعمل جميعا معا من أجل وصول المساعدات في أسرع وقت لغزة بالطبع الكل يعمل سويا من أجل دخول المساعدات لكن معظمها تأتي من مصر ولهذا نحن هنا لنزيل أكبر قدر من العوائق وبالطبع هذا بدعم الحكومة المصرية والمجهودات العظيمة للهلال الأحمر المصري وتحديدا مجهودات المتطوعين علينا أن نعمل أكثر لحماية المدنيين وهناك الكثير مما تم ساعد بالفعل على دخول أكبر قدر من المساعدات وهذا يعتمد على الأطراف الأساسيين في هذا الصراع بشكل أساسي لقد كنت في غزة وعدت قريبا ورأيت حجم الكارث الغير الطبيعي ورأينا حجم مجهودات تحرك المساعدات الكبير جدا وفوق المعتاد من الهلال الأحمر ولكن هذا لا يكفي وعلينا أن نعمل على فتح المعابر التجارية للفلسطينيين في غزة بالإضافة لمجهودات أكبر لوصول هذه المساعدات لمستحقيها لقد زرت غزة مرتين وكنت في إحدى مستشفيات خان يونس وما رأيته يوجع القلب وحاولنا الدخول للشمال والجنوب بالتنصيق مع الأطراف المعنية